موسيقى الرئيس عبد الفتاح السيسي يتلقى برقيات تهنئة من كبار رجال الدولة بمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد مصر تقدم مقترحا لتقريب وجهات النظر بين كل الأطراف المعنية لوقف العدوان على غزة وإعادة السلام للمنطقة الصحة العالمية تحذر من تدهور الأوضاع بغزة وتقدير أممي يستنكر التدهور السريع لحقوق الإنسان بالدفة الغربية المحتلة السادسة مساء بتوقيت القهرة الرابعة بتوقيت برينتش نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم موسيقى بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب برقية التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد وأعرب المستشار جبالي في البرقية عن تمنياته أن يكون العام الجديد فاتحة خير على بلادنا بمزيد من الإنجازات والاستقرار والتنمية وتحقيق كل ما يصب إليه ويستحقه الشعب المصري العظيم وأن يبقى وطنا والغالي دائما وأبدا واحة للأمن والأمان تحت قيادتكم الرشيدة بعث المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ برقية التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد وأعرب رئيس مجلس الشيوخ عن دعواته لله عز وجل أن ينعم على مصرنا في هذا العام بالسلم والأمن والرخاء بقيادة الرئيس السيسي وأن يتم تجاوز كل التحديات وأن يتحقق على أيديكم كل ما يصب إليه كل مصري وعربي كما أكدت البرقية على دعم مجلس الشيوخ لقيادة الرئيس السيسي ومسيرته الناجحة لتخطي أصعب وتحقيق التنمية الشاملة لمصرنا الغالية بعث رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد وعرب رئيس مجلس الوزراء عن أخلص التهنية القلبية وأصدق التمنيات لرئيس السيسي داعيا الله عز وجل أن يبارك جهوده ويسدد خطاه لاستكمال مسيرة العمل والتنمية الشاملة في بناء الجمهورية الجديدة وأن يعيد هذه المناسبة على الرئيس بموفور الصحة ودوام التوفيق وعلى مصرنا الغالية بالأمن والاستقرار والسلام وفي برقيته عهد رئيس مجلس الوزراء الرئيس السيسي على بذل الحكومة المزيد من العمل والعطاء لخدمة الشعب المصري العظيم والعمل على تقدمه ورفعته وازدهاره بعث وزير الداخلية محمود توفيق برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد ودعى وزير الداخلية في البرقية دعى الله جل قدرته أن يجعله عام أمن وسلام وتقدم وازدهار لمصرنا الغالية وأن يوفق جهود الرئيس السيسي ويسدد خطاه للوفاء بمسؤولياته الوطنية وإنجاز الأهداف القومية الطموحة مؤكدا أنه سيظل أبناء مصر وريد الشرطة منهم لديهم كل العزم والثبات في مواجهة التحديات متفنين من أجل رفعة الوطن وعزته كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب راضيا من المولى عز وجل المزيد من التوفيق والسداد لمؤسسة التشريعية كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ متوجها بخالص الدعاء بأن يحفظ الله مصر ويدعالها على مر الزمان منارة تهدي الإنسانية لقيم العدالة والحضارة والنماء كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة لرئيس مجلس المجراء مصطفى مدبولي أكد فيها استقبال عام جديد تتواصل خلاله مسيرة العمل الوطني نحو مستقبل يحمل الأمال في مواجهة التحديات وتتكامل فيه الجهود بعزيمة وإرادة لا تلين لإنجاز المزيد من طموحات الشعب المصري العظيم متوجها للمولاء جل قدرته أن يجعله عام خير وسلام على مصر الغالية أكد رئيس مجلس الوزراء على الأولوية التي تمنحها الدولة لدعم مشروعات المدارس الفنية وكذلك الجامعات التكنولوجية جاء ذلك خلال اجتماع عقده مدبولي مع الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السويدي إلكتريك أحمد السويدي لمتابعة موقف مشروعات الشركة في مجال نهوض بمجالي التعليم الفني والتكنولوجي وأشار رئيس الوزراء إلى أنه يمكن أن يكون لمصر ميزة نسبية بتصدير خريج هذا القطاع للخارج مؤكدا في الوقت نفسه تقديم الدعم الكامل من الحكومة للتوسع في المدارس الفنية والجامعات التكنولوجية عارضا تخصيص أي أرض تحتاجها هذه المدرسة على مستوى الجمهورية وعلى جانب آخر اتمأن رئيس الوزراء على موقف مشروع سد جوليوس سانيانرياري بدولة تنزانيا والتي يتم تنفيذه من خلال التحالف المصري المقاولون العرب السويدي ألكتريك مشيرا إلى اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمتابعة الدورية لهذا المشروع المهم استعرض رئيس مدلس الوزراء مصطفى مدولي جهود جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في تنفيذ سياسات المنافسة والحياد التنافسي وكذا حصاد الجهاز لعام 2023 خلال الاجتماع تمت الإشارة إلى أنه يتم التحضير لإجراء مراجعة النظراء الدوليين قبل منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأنغتاد حول قانون حماية المنافسة وسياسته بمصر استقبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أستفير أحمد نيف الدليمي سفير العراق بالقاهرة بمناسبة انتهاء مهام عمله وخلال اللقاء أكد رئيس الوزراء حرص مصر على دعم وتطوير العلاقات الوثيقة بين البلدين في كافة المجالات منوها بالعلاقات التاريخية التي تجمع بين الشعبين الشقيقين المصري والعراقي باعتبارهما من أصحاب أقدم الحضارات التاريخية التي عرفتها البشرية وفي ذات السياق ثمن رئيس الوزراء التعاون القائم مع العراق الشقيق سواء على المستوى الثنائي أو الإقليمي في إطار آلية التعاون الثلاثي مع الأردن مؤكدا اهتمام الرئيس السيسي بمساندة العراق الشقيق حتى يستعيد مكانته التي يستحقها باعتباره أحد مراكد الثقل والحضارة في عالمنا العربي التقى الفريق محمود فؤاد عبدالجواد قائد الكوات الجوية التقى ستيفان ميل رئيس هيئة أركان السلاح الجوي والفضاء الفرنسي وذلك خلال زيارته الرسمية إلى فرنسا تناول اللقاء عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك كذلك تأكيد الجانبين على فتح أفاق جديدة للتعاون والشراقة للسراتيجية وتبادل الخبرات بين القوات الجوية المصرية والفرنسية فضلا عن الإشادة بالتعاون المثمر والبناء مع الشركات الفرنسية العاملة في مجال صناعة الطيران ودورها الإيجابية في الدعم وزيادة القدرات والكفاءة القتالية للقوات الجوية المصرية كما تضمنت الزيارة قيام قائد القوات الجوية المصرية بجولة لقيادة الفضاء التابعة لقيادة القوات الجوية الفرنسية وزيارة قاعدة موم مخسو الجوية وتفقد مركز العمليات ومركز المحاكات المتقدمة يأتي ذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على توزيع تعزيز أو جهي مجالات التعاون العسكري مع الدول الشقيقة والصديقة في إطار حرص القوات المسلحة على تبدل الخبرات العلمية والعملية مع مختلف الهيئات والوزارات بالدولة وقعت الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية بروتوكول تعاون مع وزارة الصحة والسكان يهدف البروتوكول إلى الاستعانة بخبرات الأكاديمية في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وخاصة الموضوعات الاستراتيجية والأمن القومي المصري وكذلك التعاون المشترك والاستعانة بالخبرات بين الجانبين في موضوعات مرتبطة بالبحث العلمي وتأهيل الكوادر البشرية وكذلك عقد دورات تدريبية مشتركة يحاضر بها عدد من الخبراء في مجالات مختلفة بحثية ترجمة نانسي قنقر سرح رئيس الهيئة العامة للاستعلمات دياء رشوان أن مصر قد ترحت بالفعل إطارا لمقترح لمحاولة تقريب ودهات النظر بين كل الأطراف المعنية سعيا وراء حكم الدماء الفلسطينية ووقف العدوان على قطاع غزة وإعادة السلام والاستقرار للمنطقة وأوضح رئيس الهيئة العامة للاستعلمات أن صياغة هذا الإطار قد تمت بعد استماع مصر لوجهات نظر كل الأطراف المعنية بهذا الإطار مشيرا إلى أن المقترح يتضمن ثلاث مراحل متتالية ومرتبطة معها وتنتهي إلى وقف إطلاق النار مشددا على أن كل ما يتعلق بموضوع الحكومة الفلسطينية هو موضوع فلسطيني محد وهو محل نقاش بين كل الأطراف الفلسطينية كما أكد رئيس الهيئة العامة للاستعلمات أن مصر لم تتلقى حتى الآن أي ردود على الإطار المقترح من أي طرف من الأطراف المعنية لافتا إلى أنه سيتم بلورة المقترح بصورة مفصلة وسيتم إعلانه كاملا للرأي العام المصري والعربي والعالمي عند ورود الردود من الأطراف المعنية للمزيد من المتابع والتحليل ينضم إلينا هاتفيا دكتور أحمد سيد أحمد الخبير في العلاقات الدولية دكتور أحمد بعد التحية خطوات عديدة وجهود حسيثة تبدلها مصر باستمرار لرفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني ووقف العدوان على قطاع غزة وربما آخرها ما نتبعه الآن هذا المقترح الذي طرحته لتقريب وجهة النظر بين الأطراف المعنية أولا كيف ترى طرح هذا المقترح في مثل هذا التوقيت وفرص القبول به تحياتي لك سيد الهام ولكل مشاهدينك الكرام في الواقع أن المقترح المصري يقتسب أهمية كبيرة من حيث التوقيت ومن حيث المضمون طبعا يستهدف هذا المقترح وقف دوامة لأنف وقف العدوان الشامل الإسرائيلي على قطاع غزة وقف دائم لإطلاق النار وتقديم رؤية ومقترح من ثلاث مراحل يستهدف في نهاية المطاف الوقف إطلاق النار وتضمن أيضا بشكل أساسي على صفقة التبادل الأسرة لدى كل طرف وهو ما يمثل أهمية كبيرة لدى الجانبين أنا أعتقد أن هناك مصلحة من الجانب الإسرائيلي في إتمام وهذا المقترح وهذا المصار لأنه يمثل أهمية كبيرة أنا أولا بيحقق هدف فيما تعالى جديد تحرير القائم والأسرة الإسرائيلي لدى الفصائل الفلسطينية وفي المقابل أيضا هناك مصلحة لدى الجانب المقاومة والفصائل في وقف إطلاق النار ووقف نزيف الدم لأنه كما نقول الوقت المدام بكل يوم يمر هو يعني يتضمن المزيد من الولايات والتحايا والشعر ولكن دكتور أحمد يعني ما يصدر من تصريحات رسمية من الطرفين عن طريق يعني ما نتباهه من خلال وسائل الإعلام أن إسرائيل لن تتراجع عن فكرة الحرب كما يعلن العسكريون والمسؤولون لديهم وأن الجانب الفلسطيني وحماس تطالب وقف كامل إطلاق النار وليس هدنة مؤقتة أو على مراحل يعني ترى أن التصريحات عكس بعض فهل من الممكن أن يكون هناك حل لتوفيق هدهتي النظر أو توفيق الأوضاع هناك بما يسمح بوقف قريب لإطلاق النار يعني بالفعل أستاذ الهام يعني طبعا مصر تطرح أفكار تطرح مقترحات هذه المقترحات هي عوردة الأطراف ومصر تنتظر رد ولم يصلها الرد النهائي هذا بيعني أن هناك نوع من الأخذ والعطاء وبالتالي الوصول إلى صيبة توفقية يعني تحقق الحد الأدنى من مطالب كل طرف من الطبيعة أن يطرح كل طرف أقصى مطالبه ويتمسك ويتشدد في طحه هي الجانب الإسرائيلي يرفض وقت إطلاق النار ليعلم أنه مستمر في القتال رغم في تحرق على هدنة إنسانية وإتباد الأسرة الفصالة الفلسطينية أيضا تشترط وقت إطلاق النار مسبقا لكن أنا في اعتقادي جوهر المقترح يقوم على تحقيق المطالب المختلفة لكذا الأطراف وهو ما يمثل أهمية كبيرة وأنا في اعتقادي أن رغم التحديات ورغم الخطاب صادر عن الجانبين إلا أن هذا المقترح المصري يمثل المقترح العملية يتضمن شقا أمنيا وشقا إنسانيا وشقا أيضا سياسيا وهو ما يمثل أهمية كبيرة في هذا التوقيت ويخرج من حالة الإنسداد والجمود الحالية أشترك شكرا جزيلا دكتور أحمد سيد أحمد الخبير في العلاقات الدولية ذكرت وزارة الخارجية الفلسطينية أن مخططات الحكومة الإسرائيلية تعمق من حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وتسعى للفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة وذلك لمنع تكسيد الدولة الفلسطينية على الأراضي أوضحت الخارجية الفلسطينية أن مخططات استكمال مراحل الضم التدريبي المعلن وغير المعلن للدفة الغربية المحتلة وتخصيصها كعمق استراتيجي لدولة الاحتلال والاستيطان من شأنه تخريب أي جهود إقليمية ودولية مذولة لإحياء عمليات السلام والمفاوضات وأدانت الخارجية الفلسطينية لانتهاكات والجرائم المتواصلة لقوات الاحتلال وعصابات المستعمرين ضد المواطنين وأراضيهم ومنتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم في الدفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية والتي تشهد تصعيدا ملحوظا حذرت منظمة الصحة العالمية من أن سكان غزة يواجهون خطرا جسيما بسبب انتشار الجوع الحاد واليأس في جميع أنحاء القطع وقال المدير العام للمنظمة الأممية تدرس أدانوم إن المنظمة سلمت إمدادات إلى مستشفيين أحدهما في الشمال والآخر في الجنوب مؤشيرا إلى أن 21 من أصل 36 مستشفى في قطاع غزة توقفت تماما عن العمل ودعى مدير المنظمة الصحة العالمية المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عاجلة للتخفيف من الخطر الجسيم الذي يواجه سكان غزة استنكر تقرير صادر عن الأمم المتحدة التدهور السريع لحقوق الإنسان في الضفة الغربية المحتلة أوضح التقرير الأممي أن نحو 300 فلسطيني استشهدوا في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر الماضي ومن جانبه دعى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فالكر تورك السلطات الإسرائيلية لاتخاذ خطوات فورية وواضحة وفعالة لوضع حد لعنف المستوطنين ضد السكان الفلسطينيين والتحقيق في جميع حوادث العنف التي يرتكبها المستوطنون وقوات الأمن الإسرائيلية عقد البرلمان العربي جلسة خاصة تحت عنوان نصرة فلسطين وغزة بمقر الأمانة العامة لجماعة الدول العربية بالقاهرة وبدأت الجلسة بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء فلسطين جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة بحثت الجلسة مستجدات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والتصعيد الخطير في الضفة الغربية وتبعات عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع وتعد هذه الجلسة استمرارا للتحركات المتواصلة التي يقودها البرلمان العربي لدعب الشعب الفلسطيني الأعزل ووقف حرب الإبادة الجمعية التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي أصحاب المعالي الحضور الكريم على مدار ما يغرب من ثلاثة أشهر متواصلة يتعرض شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة لحرب إبادة جماعية وتهجير قصري وترتكب ضده جراءم حرب مكتملة الأركان في أبشح صورها والتي راح ضحيتها آلاف الأبرياء المدنيين معظمهم من الأطفال والنساء الذين ترتكب ضدهم محرقة حقيقية بشكل يومي بكل ما تحمله الكلمة من معنى وللأسف الشديد فأن الصور الصادمة لأشلاء الضحايا من المدنيين ومشاهد الدمار الكامل والشامل الذي يشهده قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي لم تحرك للعالم ساكنا ولم يستطع مجلس الآمن الدولي أن يصدر حتى مجرد قرار الوقف في اطلاق النار على نحو يجسد أكبر أزمة إنسانية يواجهها الضمير العالمي في العصر الحديث وسخلد التاريخ هذه المأساة الإنسانية التي لا تقل دمارا عن مأساة هوروشيما ونجاكازيا وغيرها من مهاسي التي شهدها تاريخ البشرية الحرب المستمرة ضد غازة وتلك المستمرة بلا هوادة ضد شعبنا ومدننا وقرانا في القدس والضفة الغربية فإن الاستخفاف الأميركي بالمجتمع الدولي وعطاء الغطاء والحماية لإسرائيل من أجل الاستمرار في الحرب ضد الشعب الفلسطيني واضح ونراه جليا في استخدام المتكرر الفيتو لتعطيل إرادة المجتمع الدولي وشل قدرة مجلس الأمن على إجبار إسرائيل وقف اطلاق النار حتى إلى أدنى المستويات وهو الوقف المؤقت للقضايا الإنسانية ولأغراض إنسانية أكد نائب رئيس لجنة فلسطين بالبرلمان العربي في فهم الزعرير أن الجلسة خصصت بالكامل للقضية الفلسطينية وتطورات العدوان الإسرائيلي في جميع أنحاء فلسطين خاصة في غزة وفي تصريحة خاصة لتلفزيون المصري أعرب المسؤول الفلسطيني على اعتزاز بلاده بحجم المسؤولية لدى أعضاء البرلمان العربي تجاه القضية الفلسطينية الجلسة هذا اليوم مخصصة كليا من أجل فلسطين ومن أجل قضية فلسطين هذه دورة العنقات الرابعة بالفصل التشريعي الثالث ولكن خصوصا فقط لاجل فلسطين لن يناقش أي موضوع آخر خارج طار قضية فلسطين هذا شعور من رئاسة البرلمان العربي ومن أعضاء البرلمان العربي في أن القضية الطارئة والراهنة التي تشغل كل أبناء الأمة وكل مؤسساتها هي قضية فلسطين وحرب الإبادة والتطهير العرقي التي تتم في قطاع غزة على نحوه خاص العدوان النشط في كل شبر في أنحاء فلسطين في الضفة الغربية والقدس وفي قطاع غزة وهذه الجلسة نحن في فلسطين نعتد ونعتز بحجم المسؤولية والاطلاع بالرهانات الحقيقية لأعضاء البرلمان العربي طالبت سوريا الأمينة العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بوضع حد للسياسات العدوانية الإسرائيلية محذرة من أنها تنظر بشعال المنطقة على حد تعبيرها واعتبرت وزارة الخارجية السورية في رسالتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جترش ورئيس مجلس الأمن أن العدوان الإسرائيلي الذي أدى لمقتل القيادي البارز في الحرس التوري الإيراني رضا موسوي في سوريا يشكل انتهاكا فاضحا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية موسيقى 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 أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة عن ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين منذ السابع من أكتوبر إلى 21 ألفا وثلاثمائة وعشرين شهيدة وخمسة وخمسين ألفا وستمائة وثلاث مصاب إثر العدوان الإسرائيلي المتواصل وأفاد القدرة باستشهاد 210 فلسطينيين في القصف الإسرائيلي خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عشرات الشهداء الفلسطينيين معظمهم من الأطفال والنساء خلال اليوم الثالث والثمانين من عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة فجرا شنت طائرات الاحتلال سلسلة غارات على مواقع مختلفة في قطاع غزة إذ استهدف قصف إسرائيلي دير البلح ومخيم المغازي وسط قطاع غزة خلف عددا من الشهداء والجرحة وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية فقد استهدف الاحتلال سيارة مدنية كانت تنقل جرحة من دير البلح مما أدى إلى استشهاد جميع من كانوا فيها وفي قصف إسرائيلي آخر استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون معظمهم من الأطفال والنساء في استهداف إسرائيلي لمخيم النصيرات وسط قطاع غزة مدينة خان يونس جنوبية قطاع غزة شهدت أيضا غارات عنيفة من طائرات ومدفعية الاحتلال مما أصفر عن استشهاد وجرح عشرات المواطنين معظمهم أطفال ونساء وسقط نحو ثلاثين شهيدا في مجزرة مروعة ارتكبتها قوات الاحتلال بالقرب من مستشفى الأمل في خان يونس كما تعرضت أرض زراعية شمال مدينة رفح جنوب القطاع لغارات إسرائيلية جديدة هكذا يعيش الفلسطينيون في غزة بين نارين مكهورين نار حزنهم على ذويهم الذين قضوا خلال القصف الوحشي للاحتلال ونار رؤيتهم لغثث لا يستطيعون نقلها بسبب قصف المستشفيات ونقص سيارات الإسعاف مما يدفعهم لنقلها عن طريق أي شيء آخر وقد يصل الأمر لنقلها على الأكتاف 16 مجزرة بحق عوائل بكاملها ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي خلال 24 ساعة فقط راح ضحيتها 195 شهيدا و325 إصابة في عدوان غاشم على كل شيء يتحرك على الأرض على الجانب الآخر أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن إصابة 49 عسكريا في معارف قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية وأفد أن حصيلة الإصابات منذ بدء العملية البرية في قطاع غزة وصلت إلى 921 ضابطا وجندية ترجمة نانسي قنقر داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدة مساكن في خربة الفارسية في الأغوار الشمالية وقال مسؤول ملف الأغوار في محافظة توباس إن قوات الاحتلال اقتحمت الخربة وداهمت مساكن المواطنين وخيامهم وفتشتها وخربت محتوياتها وفي نبلس هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي محطة للمركبات قرب مدخل قرية الساوية جنوب نبلس حكم على مجند إسرائيلي بالسجن ثلاثين يوم بعد رفضه الخدمة احتجاجا على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وفقا لوسائل الإعلام الإسرائيلية فإن المجند هو أول إسرائيلي يرفض الخدمة احتجاجا على العدوان على غزة لعدم اقتناعه بالمشاركة كما وصف حفلة القتل الجماعي في غزة هذا وتعاني إسرائيل حالة من التخبط الداخلي بسبب عدوانها المتواصل على قطاع غزة في ظل تضارب وجهات النظر حول جدوى استمرار الحرب يأتي ذلك في ظل عدم تحقيق جاش الاحتلال الإسرائيلي أهدافه التي أعلنها قبل بدء غزوه البري لقطاع غزة ضغوط دولية كبيرة على إسرائيل لإنهاء عدوانها الغاشم على قطاع غزة وما تسبب فيه من مأساة إنسانية واسعة النطاق وغير مسبوقة ربما منذ الحرب العالمية الثانية وبينما تتزايد هذه الضغوط الخارجية تبدو إسرائيل في حالة من الاهتراء السياسي في ظل تزايد النداءات المطالبة بوقف الحرب وتفضيل إعادة المحتجزين عبر التفاوض وإعادة الجيش الذي يعاني جراء المعارك الضارية مع المقاومة الفلسطينية في غزة تآكل الجبهة الداخلية في إسرائيل أمر بات واضحا للعيان خلال الأيام القليلة الماضية وزاد من وضوحه ما تفرده وسائل الإعلام الإسرائيلية من وقت لتأجيد ذلك إذ أكدت رفض عدد من الجنود المصابين في معارك غزة زيارة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لهم في المستشفى عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بني جانتس الذي تشير استطلاعات الرأي إلى تفوقه على نتنياهو في أي انتخابات مقبلة أقر بخطورة الموقف الداخلي وشدد على أن إسرائيل تواجه تحديا غير مسبوق منذ إنشائها لافتا إلى أن استبدال رؤوس الأذرع الأمنية في وقت الحرب يضر بالأمن صحيفة هارتس الإسرائيلية بدورها قالت إن الجيش الإسرائيلية وبعض المحللين يقدمون صورة خاطئة عن طبيعة سير المعارك في قطاع غزة من خلال الإعلان عن القضاء على الآلاف من مقاتل حركة حماس وأضافت الصحيفة أن معظم القتل والجرحة في صفوف الجيش الإسرائيلي سقطوا جراء تكتيكات عسكرية فعالة من مقاتل حماس مشيرة إلى افتقار الجيش الإسرائيلي للحلول السريعة لمواجهة مثل هذه التكتيكات وسعي كبار مسؤول المؤسستين العسكرية والأمنية في إسرائيل إلى تصوير الحرب على أنها انتصار كبير قبل أن تتضح معالم هذا الانتصار المزعوم على أرض الواقع أغلق متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين طرقا مؤدية إلى مطارين دوليين في نيويورك ولوس أنجلس لفترة وجيزة ما أدى لعرقلة حركة المرور في الوقت الذي تواجه فيه شركة الطيران الأمريكية كثافة في حركة السفر بسبب موسم العطلات أوقفت المظاهرات سيارات على مشارف مطار جون كاندي الدولي في نيويورك حيث اضطر بعض المسافرين للسير على الأقدام من أجل تجاوز الازدحام المروري وكذلك الأمر في الطريق المؤدي لمطار لوس أنجلس الدولي وقال متحدث باسم شرطة لوس أنجلس إن 35 شخص يعتقلوا خلال التظاهرات وفي نيويورك رفع نشطاء لفتاة تطالب بإنهاء الحرب في غزة وإعطاء الفلسطينيين حقوقهم السادسة متواصلة على شاشة التلفزيون المصري وتتابعون فيها ميرسك الدنمركية توجه جميع السفن المبحرة بين أسيا وأوروبا نحو قناة السويس بتوجهات من القيادة السياسية يقوم الهلال الأحمر المصري بإنشاء مخيم إغاثي بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة أفاد مراسل التلفزيون المصري بأنه جاري الانتهاء من المرحلة الأولى للمخيم والتي تتضمن إقامة 300 خيمة تستوعب أكثر من 1500 شخص يأتي المخيم الإغاثي بخان يونس في إطار بهودي مصر لتخفيف الأزمة الإنسانية بغزة واستعاب ألاف النازحين من شمالها يواصل معبر رفح فتح أبوابه لدخول شاحنات المساعدات الإنسانية والمستلزمات الطبية لقطاع غزة لدعم الأشقاء الفلسطينيين بالإضافة لدخول شاحنات الوقود حيث دخل اليوم من بوابة معبر رفح المصري 94 شاحنة محملة بعدد من المواد الغذائية بالإضافة لعشر شاحنات من المساعدات من دولة الإمارات الشقيقة فضلان عن دخول أربع شاحنات من الغاز واستمرار المعبر في استقبال المصابين والجرحة ومزدوي الجنسية وتسهيل مهمة الوفود والمنظمات التي تتابع الأوضاع هناك وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا مباشرة من العريش مراسل التلفزيون المصري محمود جميل إليك محمود نعم بعد التحية الجهود المصرية مريصلة في إرسال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة وأيضا استقبال المساعدات من الدول التي تريد أن تقدم هذه المساعدات للأشقاء الفلسطينيين نتحدث تحديدا في هذه النقطة عن مطار العريش الذي استقبل اليوم أربع طائرات نتحدث عن الطائرة الأولى من الأردن على مثلها ستة أطنان من المواد الجذائية والإيجاثية والمستلزمات الطبية بالإضافة إلى طائرة قادمة من قطر على مثلها تسعة وعشرين طن من المستلزمات الطبية ومن المواد الإيجاثية أيضا والطائرة الثالثة من ليبيا على مثلها تسعة عشر طن من المستلزمات الطبية والمواد الجذائية وأخيرا طائرة من إيطاليا على مزنها أربعة أطنان من المستلزمات الطبية ستذهب مباشرة إلى المستشفى العائم والسفينة الإيطالية في ميناء العريش لتقدم وتواصل تقديم خدماتها العلاجية للمصابين والجرحة الذين يأتون عبر قطاع جز يتم التنسيق في إرسال بعض من المصابين إلى هذا المستشفى أو حتى المستشفى الموجودة في مدينة العريش ونتحدث تحديدا عن مستشفى العريش ومستشفى الشمسوين ومستشفى بير العبد وبالمناسبة هذه المستشفى تم تطويرها وإضافة عدد من المباني الجديدة لهذه المستشفى تحديدا مستشفى العريش تم إضافة عدد من المباني لها بالإضافة إلى زيادة عدد الأسرة إلى 221 سرير بالإضافة بالطبع إلى أنه ما زال معبر رفح يستقبل هؤلاء المصابين والجرحة نتحدث عن أن اليوم وصل عدد المصابين إلى 35 مصابا بالإضافة إلى 30 من المرافقين لهؤلاء المصابين يتم تقديم لهم الحجر الصحي داخل المعبر ثم يتم نقلهم إلى المستشفيات المخصصة لهم في محافظة شمال سيناء بالإضافة إلى أن المعبر أيضا استقبل اليوم 350 من مزدوج الجنسية ورعاية الدول الأجنبية بالإضافة إلى أن عدد الشاحنات التي دخلت إلى معبر رفح ارتفعت إلى 104 شاحنة محملين بعدد من المواد الجذائية والإغاثية والمستلزمات الطبية لكن على الجانب الآخر في الجانب الفلسطيني نتحدث عن وصول 70 شاحنة وصلوا بالفعل إلى الجانب الفلسطيني بها عدد من المواد الجذائية والمستلزمات الطبية فيما يتعلق أيضا بالمخيم الإغاثي قارب الانتهاء من المرحلة الأولى لإيواء النازحين من شمال غزة أكثر من 1500 شخص يتم استيعابهم داخل هذا المخيم وهذه جهود مصرية متواصلة لم تتوقف أبدا لدعم الأشقاء الفلسطينيين شكرا جزيلا لك محمود جميل على كل هذه المعلومات الوفية كنت معنا من مدينة العريش تقوم شركة الشحن الدماركية ميرسك بتوجيه جميع سفن الحويات التي تبحر بين أسيا وأوروبا إلى قناة السويس من الآن فصاعد بينما ستحول مسار عدد قليل منها حول أفريقيا يأتي ذلك بعد أن توقفت شركة الشحن القبرى ومن بينها ميرسك وهافا جلايد عن استخدام طرق البحر الأحمر وقناة السويس في وقت سابق من هذا الشهر بعد أن بدأت قوة الحوثي في اليمن استهداف السفن في البحر الأحمر قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن مؤامرات الدول الغربية التي تنحسر هيمنتها هي السبب إلى حد كبير وراء الزج بالعالم في حالة من الفوضى وأكد لافروف أن الدوائر الحاكمة في الغرب تثير أزمات على بعد ألاف الكيلومترات من حدودها من أجل حل قضاياها على حساب الشعوب الأخرى ودعا لافروف إلى وقف تصعيد الصراع في الشرق الأوسط منددا بكل الأعمال الإرهابية والأقاب الجماعي وشدد وزير الخارجية الروسي على كسر حلقة العنف المفرغة ورفع الظلم الذي عانت منه أجيال من الفلسطينيين ودع الرئيس الأوكراني فولادمير زيلنسكي الشكر للولايات المتحدة على إطلاق الحزم الأخيرة من المساعدات العسكرية وحض زيلنسكي واشنطن حليفته على الإبقاء على هذه المساعدة الأساسية التي يتزايد الغموض بشأن مستقبلها بعد انقصمات داخل كونغرس بشأن دعم كييف ماديا وعسكريا استمرار المساعدات الأمريكية لأوكرانيا في العام الجديد بات مرهونا بقرار الكونغرس الأمريكي وذلك بعد الإعلان عن الإفراج عن 250 مليون دولار من المساعدات العسكرية لأوكرانيا هي الأخيرة العام الحالي من جانبها دعت الخارجية الأمريكية الكونغرس المنقصمة بشأن مساعدة أوكرانيا إلى أن يتحرك بسرعة لضمان تواصل الدعم ويريد المشرعون الجمهوريون وقف الدعم لكييف رفضين المصادقة على حزمة جديدة ما لم يوافق الديمقراطيون أولا على إجراءات صارمة لكبح الهجرة عبر الحدود الجنوبية للولايات المتحدة وتشمل الدفعة الأخيرة من المساعدات ذخائر دفاع جوي ومكونات أخرى لأنظمة الدفاع الجوي وذخائر إضافية لأنظمة راجمات سواريخ وذخائر مدفعية وذخائر مضادة للدروع وأكثر من 15 مليون طلقة ذخيرة ومع تعزيز الجبهة الأوكرانية عسكريا تسعى واشنطن لاتخاذ إجراءات أكثر سرامة لتقويد روسيا فبجانب العقوبات الأمريكية اقترحت الولايات المتحدة قيام مجموعات عمل من دول مجموعة السبع باستكشاف سبل مصادرة 300 مليار دولار من الأصول الروسية المجمدة بحسب صحيفة فينانشيال تايمز وتقدر وزارة المالية الروسية حجم الأصول المجمدة من قبل الغرب بما يتراوح بين 300 مليار دولار و350 مليار دولار وهو ما يقارب نصف احتياطات روسيا من الذهب والنقض الأجنبي ورغم أنه من الناحية القانونية لا تزال هذه الأموال مملوكة لروسيا فإنه لا يمكنها التصرف فيها بسبب العقوبات كان الحوار الوطني من أبرز ملامح عام 2023 والذي تجلت فيه أحد أسس الجمهورية الجديدة المتعلقة بخلق مساحات مشتركة بين أطياف المجتمع والقوى السياسية ومن جانبها عززت القيادة السياسية الحوار الوطني بتعهد الرئيس سيسي بالتصديق على مخرجاته في إطار صلاحياته الدستورية والقانونية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شهدت الساحة الثقافية في العام الحالي أحداثا وفعاليات متنوعة باعتبارها إحدى القوى النعيمة للدولة المصرية من أبرز تلك الفعاليات افتتاحه مركز مصر الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإدارية وأيضا اعتماد وزير السياحة والأثار المصري السابق خالد العناني مرشحا عربيا لمنصب مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو للفترة من 2025 وحتى 2029 كما سعت أيضا وزيرة الثقافة إلى إدراج الخط العربية في قائمة التراث غير المادي في اليونسكو وبالفعل تم إدراجه من أجل الحفاظ عليه ونجحت الجهود المصرية بالتعاون مع عشر دول عربية أخرى في تسبيل الفنون والمهارات المرتبطة بالنقش على المعادن كالنحاس والفضة والذهب ضمن القوائم التمثيلية للتراث الثقافية غير المادي بمنظمة اليونسكو اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة تدريب وتعزيز دورها في تحقيق أهدف التنمية المستدامة مستعرضة في ذات السياق التقرير السنوي لوزارة التعامل الدولي لعام 2023 الذي صدر تحت عنوان منصات رسم السياسات وتعزيز الشراكات وتضمن تفاصيل الشراكات الدولية في مختلف المجالات ولسيما لاستثمار في رأس المال البشري سواء الصحة أو التعليم أو المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتمكين المرأة والتدريب والحوكمة جاء ذلك خلال استقبال وزيرة التعامل الدولي المدير التنفيذي للاكاديمية الوطنية للتدريب راشا راغب بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة بهدف استكشاف فرص التعامل المشترك وتعزيز الجهود المبذولة لدعم مقترحات الأكاديمية في مجالات التدريب وتعزيز الشراكات الدولية لدعم جهود التنمية كشفت وزارة التنمية المحلية عن تقرير حول بهود مبادرة سند الخير التي أطلقتها الوزارة منذ 31 مارس 2022 وحتى نهاية الأسبوع الماضي استمرت على مداري 80 أسبوع تهدف المبادرة لتوفير السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك في الأحياء الشعبية والقرى الأكثر احتياجاً في 16 محافظة كمرحلة أولى تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين من خلال توفير السلع والمستلزمات الأساسية والاستجابة لمتطلباته مما يسهم في تلبية الاحتياجات المعيشية لهم بجميع المحافظات يقام في مدينة أسدات أكبر مجمع لصناعات الأغذية الزراعية في الشرق الأوسط بإجمالي استثمار يصل إلى 300 مليون دولار لتصنيع وتصدير المنتجات الزراعية الغذائية المطلوبة عالمياً يأتي هذا في ضوء توجه الدولة نحو تعزيز القدرات الصناعية من خلال استراتيجية تعزيز الصدرات وإحلال الواردات ترجمة نانسي قنقر والآن وقفة اقتصادية من نشرة السادسة والتفاصيل مع ليلى عمر شكرا لكم إلهام نمر وأمير العقدة وننتقل لمتابعة أهم وآخر الأنباء الاقتصادية في هذه النشرة وصل جهاز حماية المستهل الجهوده الرقابية في ضبط الأسواق لضبط المخالفين من محتكري السلع ولضمان وصول السلع الأساسية للمواطنين بالأسعار المناسبة وفي هذا الإطار شن الجهاز حملة مكبرة بمنطقة المعادي بمحافظة القاهرة أسفرت عن ضبط 11.5 أطنان من السكر تم حجمهم عن التداول وفي نتاق محافظة الغربية تم ضبط أحد متعهدي الشركة الشرقية للتصرف في الحصة الواردة إليه في السوق السوداء بإجمالي 810 ألاف و500 علبة سجائر متنوعة تم تصرف فيهم وفي نتاق محافظة سوهاج تم ضبط مصنى غير مرخص يعمل في إنتاج وتصنيع منتجات التبغى المغشوشة ويقوم بطرحها في الأسواق تحت علامات تجارية مقلدة وقعت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عقد مشروع لإنتاج وتصنيع أمتعة السفر بمنطقة القنطرة غرب الصناعية مع شركة تهينوى الصينية يقام المشروع على مساحة إجمالية تبلغ 120 ألف متر مربع بإجمالي استثمارات تصل إلى 50 مليون دولار واستهدف توفير ألف فرصة عمل على أن يبدأ التشغيل الفعلي للمشروع في الربع الأول من عام 2025 في سوق المال أنهت البورصة المصرية تعاملات الجلسة نهاية جلسة الأسبوع بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي مدفوعة بعمليات الشراء من المتعاملين المصريين بينما مال التعاملات العرب والأجانب للبيع وسط تداولة بلغت 5.2 مليار جنيه وتراجع رأس المال السوقي بقيمة 87 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.594 تريليون جنيه أما على صعيد المؤشرات فقد ارتفع مؤشر إي جي أكس 30 بنسبة 41 من العشرة في المئة ليغلق عند مستوى 24.691 نقطة كما ارتفع مؤشر الشركة الصغيرة والمتوسطة إي جي أكس 70 وذلك بنسبة 2 من المئة في المئة يغلق عند مستوى 5.462 نقطة وصعيد المؤشر إي جي أكس 100 بنسبة 33 من المئة في المئة يغلق عند مستوى 7.854 نقطة أما في أسواق البترول العالمية فتراجعت أسعار النفط مع الثعاب الأسواق استئناف عدد من شركات الشحن لرحلات سفنها عبر البحر الأحمر رغم التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط هذا وتراجعت العقود الآجلة لخام برينت وذلك بنسبة 21.27% ليصل إلى 28.64$ للبرميل كما هبط خام غرب تكسس الوسيط الأمريكي بنسبة 21.21% ليصل إلى 73.21$ للبرميل هذا وقفزت أسعار المزوط عالميا بنسبة 21.100% لتصل إلى دولارين و6.10% للليتر وصعدت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 53.54% لتسجل دولارين و52 سنت لكل مليون وحدة حرارية بريطانية أظهرت بيانات رسمية أن معدل البطالة الإجمالي في السعودية قد بلغ 5.1% في الربع الثالث من عام 2023 بارتفاع عن الربع الثاني من نفس العام بمقدار 2.10 نقطة مئوية وأظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء بالمملكة العربية السعودية أن معدل البطالة بين المواطنين السعوديين في الربع الثالث قد بلغ 8.6% مقارنة مع 8.3% في الربع السابق أظهرت بيانات رسمية أن الناتج الصناعي لكوريا الجنوبية ارتفع في نوفمبر بفضل زيادة قوية في الانتاج بقطاع أشباه الموصلات وذكرت هيئة الأحصاء الكورية أن الناتج الصناعي ارتفع بنسبة 5.10% على أساس شهري في الشهر الماضي بعدما سجل انخفاضا بنسبة 81.10% في أكتوبر وفقا للبيانات التي جمعتها وتسبب الانتاج النشط في مجال أشباه الموصلات في زيادة انتاج قطاع الصناع التحولية بشكل عام بنسبة 3.13% الشهر الماضي بعد عشرة أيام على حريق في مستودع للوقود الرئيسي في غينيا يواجه اقتصاد البلاد صعوبة للخروج من تأثير هذه الكارثة التي تسببت بعرقلة حركة النقل وتقنين الوقود وستؤثر عواقب هذا الحريق لفترة طويلة على غينيا إحدى الدول الأقل نموا في العالم على الرغم من السروة التي تحويها أراضيها من ذهب وحديد كان قد حدث انفجار قوي في منطقة كالوم المركز الإداري والتجاري في العاصمة تلا حريق في مستودع الوقود تابع لشركة البترول الغينية ختم جولتنا الاقتصادية عودة مرة أخرى لإلهام وأميرة الاستكمال ما تبقى من النشرة إليكم من جديد شكرا لك ليلى وبأخبار الاقتصاد نكون قد وصلنا إلى نهاية النشرة لا يتبقى بها سوى التفكير بأبرز ما جاء بها من عنواني الرئيس سيسي يتلقى برقية تهنئة من كبار رجال الدولة بمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد مصر تقدم مقترحا لتقريب وجهة النظر بين كل الأطراف المعنية لوقف العدوان على قطاع غزة وإعادة السلام للمنطقة الصحة العالمية تحذر من تدهور الأوضاع بغزة وتقرير أممي يستنكر التدهور السريع لحقوق الإنسان بالضفة الغربية المحتلة انتهت نشرة السادسة من التلفزيون المصري شكرا للمتابعة ودمتم في أمان الله اشتركوا في القناة